السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد إن شاء الله بإذن الله اليوم هنتكلم معاكو عن زراعة النعناع البلدي زراعة النعناع البلدي زراعة من أسهل الزراعات وممكن تزراعه في المنزل وممكن تزراعه في قصيص مش شرط تزراعه في أرض كمان واللي عنده أرض وعايز ينتج منه أنا برضو طالع النهاردة مخصوص عشان أقولي الكلام ده عشان الناس شايفة إنه ينتجه صعب أو يقول لي هسوقه فين والله سوقه موجود بس إنت إزرع وإنتج تمام يا جماعة إحنا النهاردة هنعلمك إزاي تزراعه وهنعلمك إزاي تنتجه النهاردة يا جماعة النعناع أولا إنتم بتكي تشتري إنه نعمل سوق يا جماعة بتشتروه بيبقى أصغر من كده شوية يعني بيبقاش عمل السوق الماددة دي كلها متى بتشتريه بيبقى بيبقى حاجة حاجة زي كده تم يا جماعة وفيه جزء من الجزر من تحت جزء جزر زي كده دي أجزاء من الجزور هيا جماعة أهي عشيل الطين هاو هادي أجزاء من الجزور وبالذات الجزور البيضضية هيا يا جماعة تمام تمام يا جماعة اه دلوقتي بالذات اللي هو الجزء الأبيضضي هو هو دي الجزء الجزر الأبيضضه هو دي اللي انت بتشتري النعناع بيبقى فيه جزء من الجزء ده من السوق بتشتري من السوق رابطة رابطة نعناع زي رأي رابطة خضار وبيبقى بهذا الشكل بيبقى الجدريه بيبقى مبيض كده ما بيبقىش كبير لان ده العود ده كبير في السن نوعا ما انا سايبه يكبر لاني هنقل منه وعوقى النعناع تمام يا جماعة تمام اه النعناع بيتزرع طوال السنة بس معادة فيه شهر يوليو واغسطس اللي هو شهر يوليو اللي هو شهر سبعة وشهر اغسطس اللي هو شهر تمانية وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ لأن الجو يبقى برد فهو يزرع في الليام البرد ويوليو واغسطس يبقى شديد الحرارة فهو يزرع في الليام شديد الحرارة تبه تقولي لو هزرعته في شهر 9 أو شهر 10 مثلا والله زرعته جميلة في الليام ديا أو في شهر 3 في الربيع بيبدأ من شهر 3 اللي هو شهر مارس الشهر الثالث من الأشهر الميلادية أو في شهر نيسان اللي هو شهر إبريل زي ما في السرينية اسمه نيسان وإبريل أو الشهر الرابع من الأشهر الميلادية دي من أفضل طرق الزراع هايز تزرعه دلوقت في شهر 9 أو في شهر 10 دلوقت هو الحر هو يعني نوعا ما انكسر مافيش برد بس الحر درجة الحرارة يعني معقولة نزرعه أزرعه ازاي على خطوط زي أي زرع كده 12 خط ومعدل 12 خط في الأسابطين نهيا وأزرعه عادي مافيش أي مشكلة بالنسبة لي طيب آ outros هزرعه كما يمكن زراعه عقل في Elf ción بس السوق الماددة غزر بالنسبة لي السوق الماددة غزر البحصات ده اللي بتقال عليه السوق الماددة اللي هو السوق الماددة اللي هو الفقد هذه السوق الماددة ضي تبقى السوق الماددة تحت الأرض تمام يا جماعة او اقطع حتة بجذرها اقطع يعني اكون عامل شاتلة عندنا اكون عامل شاتلة اكون زارع بعض العدام وقلعها بجذرها كلها وفسخها من بعضها افسخها ازاي افسخ كل حتة بجذرها زادها افسخ كل جزء بجذرها وحطوا بقى من الارض مية وازرعوا مع المية كده يا جماعة على جانبي الخط كده يتزرع كده هو اهو يا جماعة تمام زراعته من اسهر الزراعة طيب هتقول لي بيحتاج تسميد ايه وبيحتاجش معدل عالم التسميد هتحط السماد البلدي والسماد البلدي كفاية عليه لا عايز السماد ازوتي ولا عايز اي رش ولا اي حاجة انت ممكن ترشه زنك الزنك هو اللي بيزود المجموع الخضر يعني بعد ما يشد حلو شوية كده بعد ما يتزرع باسبوعه او اتنين عايز يزود المجموع الخضري ترشه بعنصر الزنك الزنك هو اللي بيزود المجموع بيساعد على تزويد المجموع الخضري وعلى زادة العقد والسلميات اي العقد والسلمات دي يا جماعة اللي هي زي هنا كده ده هيا اي دي العقد والسلميات ادي العقد هاي اللي طالع عليها الحاجات دي كده اللي طالع عليها الفروع ودي والسلمية اللي هي الفاصل ما بين كل اي حدود عليها جنب العين هي دي السلمية تمام يا جماعة بيزود العقد والسلميات وبيزود الانتاج الخضري لان فيه بيحتوي بانه بيدخل في تركيب التريبتوفان فالتريبتوفان هو اللي بيزود المجموع الخضري وبيزود البروتين تمام يا جماعة تمام فالنعناع ما بيحتاجش هل السماءة للبلد تحط اسماءة بالبلد قبل ما تحرد معاه السوبر فوسفات وكان الله بالسر علي عايش تروشه برضو إن بيكه مفيش مانع بس كله بحساب يعني لإن بيكه يترشي مرة واحدة في السنة مرة واحدة في انخيل المحصول كله النعناع بيتحش يا جماعة من ثلاث حشات لأربع حشات في السنة بس هو غالبا ثلاث حشات تمام يا جماعة ولو رشته بالزنج يعني لو رشته بالزنج بس أجيب زنج بقى جماعة الزنج اللي بترشي اسمه زنج مخلابي لما الزنج اللي بتحطة تسميت ده كبرتات زنج أو سلفات زنج سلفات الزنج بتترشش يعني سلفات الزنج لو ترشت به دل الدنيا لأ اللي بترشي حاجة بيبقى مخلابية بيبقى عنصر الزنج متحمل على إيدتا أو مشهورة بالإدها بيتحم على الإيدها أو الإيدتا وبيترش فبيديني إنتاج خضري جميل جدا تمام يا جماعة تمام نيجي قلنا بتحشي ثلاث حشات ولو رشته بالزنج يعني لو لو كل أسبوعين اديته رشة زنج إن شاء الله في السنة ممكن تاخد أربع حشات أو خمس حشات لو كل أسبوعين اديته رشة زنج ويا جماعة عايز تحط له سمات تحط له مثلا فوسفور و بوتاسيام عايز تحط أزوت يبقى خمسين كيلو للفدان طوال السطول العين وتقسموا على دفعات الخمسين كيلو تقسموا على دفعات الخمسين كيلو للفدان كله وان كتر قوي يبقوا سبعين كيلو للفدان كله هتقسمهم على دفعتين على ثلاثة ماشية لا يوجد مشكلة يبقى كل دفعتين 25 كيلو سأخبرهم اضطوهم الزيت والمائة بسمادة في الأرض الطينة في الأرض الطينة في الأرض الرملة السمادة يقول للناس الذين سلح في الأرض الطينة كله عرف النظام الذي أتكلم عنه بيعملوا برميل سمادة ويحنفية ويجعلوا ينقط الفحل الرئيس الذي يمشي في المائة هناك مثل هذه أنية رئيسية يمشي في المائة يسمي لفحل في الحضر تنزل إلى الفحل في جنب الارض اوف نص الارض وكده عامله في نص الارض تدخل المية داخل تمام juan تحطه بصمادة تحط 25 př CIU어 وتحطها على دفعتين بقى تضع 70 كيلو سوف تضع 20-20 كيلو تمام يا جماعة أو 22-22-22 كيلو في كل مرة عشان يجيبوا السبعين كيلو تمام يا جماعة تمام أو 25-25-25 مش هتيفرق يعني 75 كيلو مش هيفرق مش هيفرق معكو كتير ماشي تمام يا جماعة تمام فعشان كده بنقولك هو بيحتاج الخيب مكتير انت بتحط الستة طن سمات بلده عشان برضو تحافظ على ارضك ده اول حاجة وعشان هو برضو معمر فبتحط له السمات البلدي عشان برضو يفضل معاه طول السنين اللي عايشها تمام يا جماعة تمام فتقول بيعمر لكم سنة يعني تلاتة اربع سنين خمس سنين فأحطه الأزوت عشان يعني ان كنت هحش يا جماعة سنة يعني هحش تلاتة اربع مرات واشيله بعد السنة يبقى محطش ازوت لو هاشيله وبقى حط ازوت وعايز برضو حط حمامة فسفوريكي بقى حط اتنين كيلو للفدان فيش مشكلة وحط الفسفور والبوتاسي بحط فسفور وحط بوتاسي كل حاجة كل ده كله يعني خلال الموسم تحطه تلات مرات في كل مرة اتنين كيلو للفدان كله على سمات برضو اتنين كيلو على الفدان اتنين كيلو لايه للفدان تمام يا جماعة تمام وكده انا نهاية الفيديو وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطريقة الزرع قبل ما يتخلص تاني على جنب الخط ودي المنطقة اللي فيها الجزر هي وتمام يا جماعة باشيل ايه باكسر اخليها عقلة صغيرة كده ثانية واحدة ايه اسيف فيها ورقة واحدة او ورقتين تمام يا جماعة اهي يا جماعة اسيف فيها ورقة واحدة او ورقتين ايه زي انا سيبها ودي الجزر ايه وفي جنب الخط كده مع المية وازرع كده وكل ارض مغمرة بالمية بالماء غمرا جيدا تمام يا جماعة ازرع تاني ازاي انا مسلا زارعه كبير زي ده كبير وكده الاعم الارض كله كده يا جماعة الاعم الارض كله كده وفسخوا وفسخوا من بعضه افسخ العود خمس ست اجزاء اي زي ما انا نفسخ ده كده بصوا يا جماعة متفسخ ازاي اي خمس ست اجزاء كل جزء بجزر كده زي ما انا هو ده الاجزاء دي بجزور اي تمام يا جماعة تمام وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته